استياء كبير يعبر عنه سكان منطقة أبو صياح جراء إغلاق النفق الذي يعد مدخلا رئيسا لحيهم في إطار مشروع الباصي سريع التردد هذا ويشكو سكان الحي من عدم إنشاء فتحات التفافية قريبة ما يجبرهم على اتخاذ طريق طويل للالتفاف والعودة إلى العاصمة عمانة تفاصيل أوفا في التقرير التالي تحدي كبير يواجه سكان قرية أبو صياح التابعة للوائر صيفة في محافظة الزرقاء بسبب إغلاق النفق الذي يعتبر مدخلا رئيسيا للقرية هذا الإغلاق بطول ثلاث كيلو مترات جاء متزامنا مع أعمال استكمال مشروع الباص السريع فأجبر سكان قرية أبو صياح على سلوك طريق طويلة للدخول والخروج من الحي سببت مشاكل كثير بالنسبة لقرية أبو صياح وبالنسبة لرصيفة بحيث أن قرية أبو صياح يقطنها ما لا يقل عن 20-25 ألف الآن قروجهم لشغلهم مشكلة ورجوعهم لشغلهم مشكلة نحن نطالب من دائرة السير أو الأشغال العامة وكل واحد برمي الحمل على الثاني أن نطلب منهم يفتحوننا إشارة عند الزعبة أو حديقة الحيوانات جل الله وبعدين الإشارة الثانية عند مدخل جيت لما تم قطع هذا القص هذا الدوار لم يقوموا بعمل تحويلات سابقة أو جسور مما أدى إلى أولا معاناة صباحا في ذهاب الناس إلى أعمالهم وطلاب المدارس يعني حتى يقطع شخص والشارع للجهة الثانية بعاني معاناة كبير لعدم وجود جسور أو ممرات آمنة أصوات المواطنين وصلت آذان القائمين على بلدية الصيفة الذين أكدوا أن التنسيق مع المقاولين سيفضي إلى حل هذه المشكلة في بحر الأسبوع الحالي كان هناك تواصل حثيث من قبل مع كل المسؤولين بهذا الملف خلال الأيام السابقة وهناك عدات أن يتم حل الموضوع خلال الأسبوع هذا وحسب علمي في زيارة الوزير الأشغال هذا اليوم سيكون للموقع أيضا للإطلاع على واقع الحال نحن سطرنا كتاب الوزير الأشغال وأنا أعطيتهم مهلة 72 ساعة لإيجاد حلول على أرض الواقع ولا سيتم وقف عمال المشروع من جهة بلدية الصيف وفتح وعادة فتح هذا الدوار إلى حين الالتزام من قبل مقاول الباص السريع لوجود حلول لأهالي المنطقة هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه وعدم التنسيق مع الجهات أيضا لا يمكن السكوت عنه وتقع التحويلة ضمن المرحلة الثالثة لمشروع الباص السريع التردد بين عمان والزرقاء الذي وعدت وزارة الأشغال العامة بانتهاء العمل به نهاية العام 2021 حاجبة حق التنقل بسلاسة عن نحو عشرون ألف نسمة محمد أبو علوان رؤية الأنروا ستجبر على وقف خدماتها بحلول سبتمبر أيلول المقبل ما لم تحصل على أموال إضافية هذا ما أكده المفوض العام لوكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا فليب لازاريني الذي أبدى قلقه بعد إعلان جهات منحة خفض مساهمتها للأنروا بشكل كبير المستشار الإعلامي للوكال عدنان أبو حسن نبه إلى هشاشة وضع الوكالة المالية مؤكدا وجود تحرك على مستويات عدة بالتعاون مع الأردن وفلسطين ما حصلنا عليه كتعهدات جديدة هو فقط 107 ملايين دولار يجب أن يكون واضحا لذلك الأزمة ما حصلنا عليه هو 107 ملايين دولار مجموع ما حصلنا عليه منذ بداية العام حتى المؤتمر مؤتمر الجمعة مؤتمر التعهدات أقل من نصف أو تقريبا نصف الميزانية المطلوبة للأنروا لميزانية البرامج يعني التعليم والصحة والإغاثة اللي هي 847 مليون دولار أعلن لأول مرة قد تكون في التاريخ الأنروا أن الأمين العام للأمم المتحدة يعلن بصراحة وبصورة صارخة بأن الأنروا على وشك الانهيار المالي وهذا لم يكن حديثا من طرار إلى ذلك حذر مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة محمود الحمود من الانعكاسات الخطيرة الناتجة عن عدم تلبية احتياجات الأنروا وعدم تمكينها من تنفيذ ولايتها ونبه الحمود إلى ما وصفها بالأثار الوخيمة على أوضاع اللاجئين الإنسانية وعلى أمن المنطقة والتقرارها ربما تكون هذه الوثيقة آخر إثبات لحق اللاجئين الفلسطينيين في الشتات بطاقة تسجيل العائلة في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الآن هي في حوزة الجيل الثالث أو الرابع للآباء الذين اقتلعوا من وطنهم بقرار أممي وطواطئ عابر للقارات قبل ثلاثة أربع القرن أكثر من مليوني لاجئ مسجل لدى الأنروا في الأردن ثلاثة عشر مخيماً منها عشرة رسمية تابعة للوكالة خمسة وعشرون مركزاً صحياً للاجئين في أرجاء المملكة مائة وتسع وستون مدرسة تضم مائة واثنين وعشرين ألف طالب ما الذي سيحدث حال توقف الأنروا عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين؟ أنا عندي أربع بالوكالة طبعاً إذا سكروا مشكلة واند اوديهم خاص صعب الواحد الوديع خاص حكومة عندها كافيتها وزيادة وبالنسبة للوكالة للأنروا اللي هي الصحية أنا عندي والدي والدي براجع فيهم إلهم أدوية هان طبعاً إذا كل شار إلهم أدوية إذا سكروا من أجيب لهم أدوية؟ يعني كمتم يغلقوا المدارس والصحيات طب كمنا نعالج أطفال؟ هنا مثلاً أجينا نعالج الأطفال بالوكالة مثلاً ما إنا غنى عنها وكالة الغوث هي أصلاً خادمة ناس كتير ما بقدر يستغنوا عنها في ناس وضعهم مع الله يعني واعتمدين عليها كل الاعتماد حتى الصحية ما بقدر يدفعوا كشفية صحية والله أنا ما بنصح أنهم يسكروا لأنها كتير كتير كويسة يعني بتمدنا بأدوية أجنبية وكتير مفيدين منها إحنا بالنسبة لطبقة إنا يعني أنا من الصف الأول للصف التاسعي لتسعة سنين كتير مجال دراسة مدارس الوكالة كتير منيحة في حال إغلاق مدارس الوكالة رح يصير عداد كبير من الطلاب قاعدين بالبيت ما في دراسة الأنروا طلقت 33% من متطلباتها المالية للعام 2023 ما تزال بحاجة إلى مليار ومائة وأربعة وسبعين مليون دولار مائة وخمسون مليون دولار لإدامة خدماتها مائتا مليون دولار لبدء العام المقبل بلا ديون ليلة خالد رؤيا منحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مهلة لأصحاب نتفات الدجاج حتى منتصف الشهر الحالية لتصويب أوضاعهم وإنشاء مشاغل متخصصة لتسحيب الدجاج المورد للمطاعم لا سيما أن محافظة إربد تفتقر لمسلخ دواج يوفر الكميات اللازمة للمطاعم التي تستهلك نصف إنتاج المزارع المنتشرة في المحافظة الناطق الإعلامي أو مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهدات قال إن حجم المخالفات الحرجة ومتوسطة الخطورة ومنخفضة الخطورة سجلت انخفاضا واضحا خلال عام 2022 بعد تنفيذ 83 ألف جولة تفتيشية موضوع نتفات إحنا معه أن الدجاج يكون من أماكن آمنة ومرخصة للمطاعم حتى تصل المادة الغذائية للمواطن بالشكل السليم تم البحث في ترخيص مجموعة من المسالخ حتى تكون مرخصة وقابلة للتداول من قبل المواطنين طرحنا مشكلة نتافات الدجاج والذبح والتسحيب بالنسبة لبيع المطاعم من دجاج النتافات واللي هو حاليا موقوف الدكتور نزار أبدأ تجاوب كبير لترخيص هذه المسالخ وفق الشروط التي تضعها المؤسسة وإن شاء الله من هنا لخمس طاعة الستة بتكون الأمور تمام وإذا فيه أي ملاحظات أو أي شيء الدكتور طلب أنه مراجعته مباشرة ولحل أي مشكلة أو معضلة تواجه هذا القطاع موضوع نتافات وترخيصها هي خارج موضوع المؤسس العام للغذاء والدواء لكن الموضوع كان يختص في موضوع ترخيص مشاغل التسحيب الدواجن وبالتالي إمكانية استخدام هذه اللحوم الضاء في المطاعم وإحنا يعني تعاملنا مع الموضوع بأنه رح يكون فيه جلسة وسبق كان فيه جلسة وإعطاء مهلي لأصحاب المشاغل الغير مرخصة بضرورة ترخيصها حتى نضمن أنه فيه تطبيق للإشتراطات الصحية يتماثل طالب للشفاء بعد إصابته صباح هذا اليوم بلدغة أفعى في مدرسة خاصة تابعة لمدرية تربية لواء الطيبة والوسطية في محافظة إربد وفي السياق أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء لرؤية البدء بإجراءة تسجيل المصل المضضي للدغة الأفعى المعروفة بأفعى فلسطين كان فيه مطالبة من وزارة الصحة بضرورة توفير هذا المصل وعلى الفور قمنا بعملية الموافقة على استيراده بكمية لوزارة الصحة وسيكون هناك أيضا تسجيل لهذا المصل في المؤسسة ليتاح تداوله في الأسواق ترجمة نانسي قنقر